ومباراة يعني وما زلنا يعني خلاص انا كلامنا هولزو السويسرا عايزين تتكلموا عليها لا خلاص هولزو السويسرا خلاص قلناهم في عجالة يعني انهم ما فهاش كلامك يعني هكلامكو على بقى الجزء الفاني الخاص للدنمارك وفلاندا وانت كنت اتكلمت استفادة فلاندا من التوقف اللي حصل وفكرة الوان سايد جيم في الشوت الاولاني يعتبر والشوت تاني طبعا فرصة فلاندا بالهدف وما حققش الدنمارك او ما عرفش انه حقق التعادل من خلال شوتة للأسف شديد انا يعني هابدأ الكلام وبعدين عشان محمد كان برضو عنده كلمتين بالنسبة بخصوص المالش بتاع فنلندا والدنمارك احنا اتكلمنا عن غياب التركيز بسبب الحادثة بتاعت او الواقعة بتاعت كريسون اريكسون بس احنا لازم نشيد بالدور الرهيب جدا بتاع رادسكي الجون بتاع فنلندا على الرغم من ان هو اول مشاركة ليه في كأس امم اوروبا على الاطلاق وعلى الرغم من ان هو ما ظهرش في محافل دولية كثيرة قبل كده ولكن النهارده ظهر بشكل اكثر من رائع اللي خلانا بنشوف فنلندا بالدنمارك بتشوت 22 كورة منهم 17 كورة على الجون كلهم بلا استثناء تصدى ليهم رادسكي وفي حاجة كويسة انا برضو عجبتني النهارده ان اللعيبت او لا فنلندا اللي احرز الهدف مرضاش يحتفل مرضاش يحتفل وقيف التعامل والرياضة وفنلندا وهم داخلين وفنلندا هم داخلين اللي ورا ده بوكي بدنجم دوري الانجليزي في الموسم اللي فات لعبيت فنلندا حتى ودنمارك داخلين وقفوا صفين وسقفوا لهم على القرار الشجاع ان هم يستقنفوا المباراة اللعب اللي احرز الهدف مرضاش يحتفل به ودي اللقطة اللي محمد اشار لها حتى ما قلتش واخد بالي منها محمد اللي اشار لي اليها فلا دي الرياضة يعني دي الروح الرياضية او روح الرياضة اللي احنا بنطالب بها عشان كده ما شوفناش فنائتكم ده اللي اشار دي خالد فنائت كتير في الموتش ده مكانتش موجودة بسبب الموقف هو الموتش ما كانش مستحمل فنيات خالص يعني هو كويس قوي انهم ما كملوا الموتش حتى مدرب الدينمارك ترى قالا انا فخور بالعبت انها كملت المباراة قال ان انا كان عندي اختير من الاثنين الوفا يعني قال له اختير من الاثنين يما تكمل المباراة النهاردة يما المباراة تليها بكرة الساعة 12 الظهر فهو يعني سأل لعيبة فألوم لأ احنا نعن لديش مشكلة ان احنا نكمل المباراة النهاردة فهو يعني اطلع عشاد بلاعيته بشكل كبير كمان زي ما احنا قلنا اكتر من اللعيب كمان على السوشل ميديا زي رياض محرز زي اشرف حكيمي النهاردة كان عنده مباراة طبعا كان موجه رسالة كريستان اريكسون لوكاكو حتى لما جاب الاهداف النهاردة مع منتخب بلجيكا ما احتفلش او احتفل مع كريستان اريكسون كان بيوجه له اشارة في الكاميرا رياض محرز اكتر من اللعيب كمان حتى كريستان رونالدو الدور الانجليزي الاكاونت راسمي الدور الانجليزي كمان ابتدأ ان هو يكلم عن اريكسون ويطلب الدعم لي فاعتقد انها لفتة طيبة بتبهن ان فعلا الرياضة اخلائي كل ده قدامنا كريستان وامامنا التفتاية خاصة بكريستان وطبعا في اندية كتير برضو عمل الاتحاد الانجليزي والاتحاد الاوروبي وطاوتنام وانتر ميلاد ويكفي اختياره رجل المباراة النهاردة من الاتحاد الاوروبي بالزبط بالزبط خرج في ديئة 43 بس لو عطك ويسى طبعا دي روح الرياضة اللي احنا بنتكلم عليها دايما طيب خلينا اخذك للموتش بقى خلينا معاك محمد وموتش بلجيكا